ونتنقل لسنة 1930 اللي بدأت بقرار تربوي كان سبب في خسارة الاهلي لتلاتة من اهم لعبي ايه حكاية القرار ده؟ محمد فندي زاكي القرنفولي كان لعب كرة قديم مطلع العشرينيات في صفوف نادي المختلط وبعد اعتزاله لكرة القدم انضم لعضوية النادي الاهلي ولانه لعب كرة قديم كان صديق لعدد كبير من لعبي فريق الكرة بالاهلي وصلت للاجنة العليا للنادي الاهلي شكوى من بعض اعضاء النادي ان محمد فندي زاكي القرنفولي عمل فتنة بين اعضاء النادي وتسبب في مشاكل بينهم اللجنة التنفيذية للنادي حققت في الشكوى واكتشفت ان اللي حصل من محمد زاكي القرنفولي كان اثره كبير جدا بين الاعضاء وصل لمرحلة ان بعض الاعضاء اتخنقوا مع بعض بسبب افعاله اللجنة التنفيذية لقيت ان استمراره في النادي حتسبب في المزيد من المشاكل وان افعاله خطر على قيم واخلاقيات النادي الاهلي فرفعت امره لللجنة العليا اللي خدت قرار كان نصه قررت اللجنة العليا للنادي الاهلي للالعاب الرياضية فصل حضرة محمد فندي زاكي القرنفولي من عضوية النادي لما وصل لللجنة من قيامه باعمال المشاجبات والتفرقة بين اعضاء النادي وهذه اعمال لا تتفق مع الروح الرياضية التي يجب ان تبث بين الاعضاء وبين طلبة المدارث الذين يكونون الجزء الاكبر من اعضائه وقررت اللجنة العليا تعليق قرار فصل محمد فندي زاكي القرنفولي في لوحة قرارات النادي لكنها تفاجئت بموقف غريب قوي من ثلاث لعيبة بيعتبروا من اعمدة فريق الكرة الرئيسية الحرس الاساسي عبد الحميد حمدي واحمد سليمان وجميل الزبير اللعيبة التلاتة وزي ما قلنا كانوا اصدقاء لمحمد فندي زاكي القرنفولي فاعلنوا رفض قرار فصله من عضوية النادي مش بس كده دول هددوا بانهم حيتنقلوا لنادي المختلط اللي هو الزمالك دلوقتي لو القرار ده ما تلقاش اللي هو قرار فصل محمد فندي زاكي القرنفولي كان تصرف غريب بيحصل لأول مرة في تاريخ النادي الاهلي لأول مرة لعيبة فريق الكرة يدخلوا في قرار لللجنة العليا للنادي وكمان بيهددوا انهم يسيبوا النادي والاغرب انهم ما كانوش طرف في مشاكل محمد فندي زاكي القرنفولي وهنا كان قرار الاهلي اللي مش عاجبه يمشي مش من حق اي حد يتدخل في قرار للنادي ادارة الاهلي ما تهزتش وما خضعتش لرغبات اللعبين ما فكرتش في الخسارة الفنية المتوقعة اللي حتأثر على فريق كرة القدم وفعلا اللعيبة التلاتة ما تكملوش الموسم مع الاهلي وفي الصيف اتنقلوا لنادي المختلط وهو ده الاهلي ما فيش اي تهاون في اي خروج اخلاقي ومهما كانت نجومية اي لعد ومهما كانت حاجة الفريق الفنية له المبادئ قبل البطولات